أود أن أتقدم بالشكر إلى سادة رؤساء الدول على هذه المناقشة الثرية ويساعدني أن أنتقل الآن إلى البند التالي من فعليات الجلسة الأولى لمنتدى أسوان والخاص بالتوقيع على اتفاقية استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة مع بعد النزاعات وتأتي استضافة مصر لهذا المركز المهم في إطار ريادة فخمة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنف إعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات في الاتحاد الأفريقي فلتفضل معالي الوزير سامح شوكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية ومعالي السيد موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للتوقيع على هذه الاتفاقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لمعالي الوزير سامح شوكري ومعالي السيد موسى فقيه والآن قد وصلنا إلى نهاية الجلسة الأولى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر